ومرحباً أدهم، الآن توفرت النسخة التجريمية من آيوز 17 بس تعل بهذا الفيديو بعلمك أبرز الميزات بهذا النظام وأيضاً بعض الميزات اللي ما تكلمت عنها عابل تعال نشوفهم عبار ببدأ بأكثر شيء أعجبني وأمتعني مشاركة الملفات والصورة عبر ايردروب صارت أسهل وأسرح وأمتع بكثير أولاً إذا عندك أي صورة أو ملفة أنك تقدر تفتحها تقرب جوالي من بعض وبكذا أنت رسالت الصور بكل بساطة ما عادي حتاجة تبحث ولا تأخذ وقت طويل رح يطلع أنيميشن جميل واللطيف اللي رح يوريك كيفية أن تقل ملفة أو صورة من جوال إلى جوال آخر الوقت نفسي إذا كنت قاعد تنقل شيء حجمة كبير مثلاً ملف كبير أو فيديو طويل وبعدين ابتعدت عن الجهاز الثاني حتى لو ركبت سيارتك ورحت فأنا رح يكمل نقل الملف عن طريق الإنترنت الأحلى أنك إذا كنت بواجهة الجهاز وقربت من جهاز ثاني إيش بيصير؟ رح يطلع الأنيميشن الرهيب هذا وبالتالي تشارك معه جهة اتصالك الخاصة فيه خلينا تخيل أنك إنت في مؤتمر أو في مكان عام وشفت شخص وتبغى تعطيه رقم جوالك بشكل سريع جداً أو حتى تتبادلون الأرقام تقربون جوالاتكم من بعض ورح ترسلون معلوماتكم لبعض طب وش المعلومات اللي بيرسلها؟ فعلياً أنت اللي تحددها وميزة إضافية بسيطة بس إنها جميلة جداً وإنك إنت لما تروح وتصور مثل هذه الأيقونات فإنه تطبيق الصور رح يتعرف عليها ورح يعلمك كل واحدة إيش فايدتها وعلى فكرة هذا من بس مع أيقونات الغسيل حتى طب لون السيارة الأيقونات الغريبة اللي فيه إذا صورتها فإن الجوال رح يعلمك كل أيقوناة إيش معناها؟ شي بسيط بس رهيب حركات يا أبل الميزة الثانية والحلوة هي تصميم البروفايل الخاص فيك واللي رح يظهر بوقت الاتصال هذا الشيء يتم عن طريق إنك إنت تروح لتطبيق الاتصال اختر اسمك من فوق ومن هنا تقدر تسوي تصميم متكامل خاص فيك تقدر تختار أي صورة تحب سواء صورة لك إنت أو صورة لحيوانك الأليف أو حتى غيرها وتقدر تحركها بصبعين وتكبرها وصغيرها وتسوي لها كروب بطريقة لإنت تعجبك تقدر تحرك من اليمين يسار وتضيف الفلتر والألوان اللي تعجبك ومن الأسفل تغير الألوان وتختار النمط العام اللوني الاسم اللي فوق الكبير تقدر إنك إنت تتحكم فيه تكبر حجمه وتصغره أو حتى تغير ألوانه وإذا أنت مصور بورتريف راح تلاحظ كيف في جزء من الاسم اللي فوق يروح خلف الصورة الخاصة فيك بل إنك تقدر تفرغ الصورة الخاصة فيك والخلفية تقدر توحدها بلون محدد أنت أيضا تختارها الآن مش الفائدة الفائدة إنك إذا اتصلت على أي أحد فهذا البروفايل اللي أنت صمبته راح يظهر عنده بالاسم اللي أنت اخترتها وبالصورة اللي أنت اخترتها من أهم الميزات واللي كنت تنتظرها شخصيا هو أن الوجت صارت تفاعلية إيش يعني هذا الشي؟ هذا معنات أنه مو بس تحط الوجت وخلاص لا صار الوجت مثلا وجت المهام كم عدد المهام اللي موجودة عندك وتقدر إنك إذا خلصت أي واحدة تختارها وراح يقل الرقم فهي تفاعلية وتقدر من خلال وجت نفسها تتفاعل مع تطبيق بعكس السابق اللي كان لازم تفتح التطبيق نفسه من الميزات الجديدة اسمها ستاند باي فكرتها أنك إنت لما بالليل ترجع على أساس تبغى تشحن جوالك تحطه بالشاحن سواء اللاسلكي أو حتى السلكي وتقلبه بالعرض فانه راح تطلع لك ساعة وراح يطلع لك وجت تقدر أنت تخليها إما ساعة الحالة أو تقدر تحط وجت تقدر تغير في الوجت اللي أنت موجودة إذا بغيت خيارات أكثر تقدر تضط عليها بشكل مطول راح يطلع لك مجموعة من الوجت وتقدر تختار لي تبغاه واحدة من الشغلات اللي أعجبتني هو وجت البطاريات فبالتالي أنت بالليل تقدر تشوف كم بطارية كل أجهزتك وتريد أن تعرف إيش اللي قاعد يشحن منها وإيش اللي ما قاعد يشحن هذا التحديث صار متوفر للكلة الآن بس بشكل تجريب ومن خلال الأجهزة اللي موجودة أمامك تقدر تعرف إيش الأجهزة المدعومة بهذا النظام إذا أنك تبغى تنتظر لحد ما تنزل النسخة الرسمية لأكثر استقرار فهي راح تكون في شهر سبتمبر القادم وعلى فكرة هذه ليست كل المميزات اللي في النظام وهذا يخلينا نقول أبرزها أتمنى أن هذا الفيديو أعجبكم شاركوا معصيقاك إذا كان أعجبك بالفعل أنا أتمنى مشوق الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة